قال غبطة البطريارك ثي أوفلوس الثالث بطريارك القدسي وسائر أعمال فلسطين والأردن إن معركة الحفاظ على المقدسات والعقارات التي تخوضها بطرياركية الروم الأرثوذكس المقدسية هي معركة وجودية تهدف إلى تأمين الوجود المسيحي الأصيل في القدس وسائر الأراضي المقدسة جاء ذلك خلال لقاء نظمته البطرياركية وشارك به رؤساء كنائس القدس ودبنماسيون وممثلوا مؤسسات مجتمع مدني حيث أطلع غبطته الحضورة على آخر المستجدات فيما يتعلق بمعركة الدفاع عن عقارات باب الخليل وأهمية هذه العقارات التي تعتبر الممر التاريخي للحي المسيحي وكنيسة القيامة والأدير الرئيسية في القدس وبدوره أكد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات على ضرورة التكاثف والتعاضض لحماية العقارات الكنسية والمجود المسيحي في مدينة القدس اشتركوا في القناة